مساء الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من شوالي طوات فضاء احداث الاسبوع اللي فات نتكلم فيها بسرعة يلا بنا نبدأ واول خبر كان وفاة سلطان قبوس سلطان سلطانة عمان الله يرحمه وتولي ابن عمه هيثم بن طارق كسلطان جديد للمملكة الحقيقة محدش اهلا بالضبط سبب الوفاء يعني يقال ان هو الحالة الصحية بتاعت سلطان قبوس في الفترة اخيرة ما كانتش مستقرة ولكن ما فيش اي بانية رسمية لسبب الوفاء وانتقل للقوانين في سلطانة عمان تم فتح الوصية بتاعت السلطان قبوس واللي كان كاتب فيها ان ابن عمه هو اللي يتولى السلطان من بعده فربنا يرحم السلطان قبوس وكل التوفيق لسلطان هيثم والحقيقة سلطانة عمان من الدول اللي هي الولايير اللي هي ما بتعملش مشاكل محده ويمكن حتى في التسلم السلطان هيثم للسلطانة تعحد ان هو يكمل على نفس السياسة وهي سياسة الحياة وعدم التدخل في شؤون وغير وده دي السياسة الاساسية او السياسة الخارجية الاساسية لسلطانة عمان وفعلا حتى كان بشكل ساخر حتى كان فيه كلام بيتكتب على الفيسبوك او تويتر او كده ان هي صارتانة عمان محدش يعرف انا حاجة لكن اي حد بيروح ويرجع يقولك انا مبسوط ودينك ويس انك بس انت بتعرف فعلاني اللي هناك بالزبط فده كان اول خبر يعني الخبر التاني وهو اعادة تفتتاح المعبد اليهودي بالاسكندرية ده يعتبر من اكبر المعبد اليهودية في العالم وادمها والاكبر حاليا في الشرق الاوسط انا شايفها خطفك كويسة كصمع المصر وكسياحة وكعلى مستويات كتير جدا وان كان بعض الناس شايفها باشكال مختلفة بس ارجع تاني اقول يا جماعة لازم نفرق بين اليهودية والصهيونية اليهودية ديانة الصهيونية كان مستعمر وقتل ودم وسفك وحاجات كده كتير ولكن اليهودية في الاول وفي الاخر هي ديانة فتكون ان في معبد يهودي في مصر او اسكندرية المفروض ما يبقى لدينا مشاكل في الموضوع زي ده وكان كويس نهايات تعملت بشكل كويس كان في مسؤولين كبار حضرين الحفل الافتتاح فده من الحاجات اللي فتدي صور كويسة عن مصر بشكل عامي وبعد كده كان الموضوع المؤسف وحادث طبيبات المينيا اللي جاء لهم رسالة ليلة التدريب يقول لهم بكرة لازم تكونوا في القاهرة لكي تدريب مش عارف ايه عشان حملة صحة المرأة وكلام ده ليلتها ولو مجيتوش مش عارف هيبقى عليكم عقوبات كذا وكذا وكذا وهيتم تندبقوا خارج الوزارة وكلام من هذا القبيل مبهم البنات اتفقوا ان هم يأخذوا ميكرو باوس مع بعضه ويروحوا التلذيف وهم في السكة عملوا حدثة الوفيات اربعة يعني اثنين من الطبابات واثنين كانوا ركبين معهم اعتقد منهم السواق والبقائين في مصابات باشكال مختلفة ربنا يرحم من الماته ويشفي المصابين ولكن هو يعني كالعادة وزارة الصحة واتكلمنا عليها قبل كده كثير هو اول وزارة بتعموها مشاكل عام وكافية التعامل مع الموقف نبدأ بيانة وزارة الصحة تأخر كثير يعني قعد وقت عبار ما يتلعبان راسم من وزارة الصحة لأول حاجة التاني حاجة التدريب اللي هم كانوا راحين وتم بشكل طبيعي جدا لدرجة ان فيه واحدة من اللي لم توقفوش جالها استدعل تحقيق رسمي عشان ما حضرتش ده يعني كده جزء التاني وزارة الصحة قالت ان هي قدتها امر مباشر يعني توفير المستلزمات كل المستلزمات الطبية للمصابين ماشي تمام وقالت ان هي كل المصابين واهالي المتعافيين هتوديهم الحج السنة دي وزارة الصحة معنومة صغيرة واحدة من المتعافيين مسحية ونسبة كبيرة من المصابين مسحيين فالحج ما اعرفش ما اظنش حينفقة معهم لو هتعرفت تضيهم القدس اشبك برده وبس برده اللي انت بتقوليه ده واحدة واحدة اولا اللي انت بتقوليه ممكن يبقى لفطة طويبة او ايا كان اللي انت بتقوليه ده رقم واحدة رقم اثنين يعني انت زي تتأخري او بيان وزارة الصحة هيتأخر بشكل ثلاثة ليه التعنت انه لازم دلوقتي يعني ليه التعنت انه هو يلا لازم بكرة تبقى فقاهرة ولو هم كل هم بنات طب هو ليه مثلا مفيش حاجة اوتوبيس طبعا من الوزارة مثلا اي حاجة ومفروض ان هم اقترحوا بدائل كتير عشان يقضوا التدريب ده وبرده كان فيه ربط وليه اصلا مفيش تخطيط طبعا ما هو تدريب محدود من الاول طب هو ليه مفيش تخطيط للمرر مليون ممكن تبقي الدكتورة شادرة الله هو علم لكن لا ينفعش تبقي وزيره من الاخر الوزارة هي ادارة فممكن دكتور شاطر جدا مش شرط انه يبقى مدير شاطر ممكن مهندس يبقى شاطر جدا مش شرط انه يبقى مدير شاطر ممكن لعيب كرة جامد جدا مش شرط انه يبقى مدرب شاطر بvelive كرة فيه لعبة كتير مش كل هم بينجحوا كمدير فني المدير فني الشاطر مش شرط يكون لعيب قبل كده بساطة نفس الكلام عشان لا نتكلم في التخصص بس نختار الوزير اللي يعرف يدير مالية طب مش عارف ايه وزير صناعة اي حاجة يبقى عنده الحتة بتاعت الإدارة بس ده بساطة انا لغاية الوقت مش عارف انت ازاي ما اقلتيش لغاية دلوقتي لسه عادة مش فهم وفي حد يطلع ادافة عنك اوه فيه هاشتاج مغرق الدنيا بتاع اقلت وزارة الصحة وفي حد يطلع ايه وفي حد يطلع ايه وفي حد يطلع ايه ربنا الحم لنا ودائما يفضل الكلام رائح جاي على صد النهضة وكل الأخبار دائما ان مصر وستودان واسيوبيا لا يمكنني التفهم اخرها كان اول الاسبوع اللي فت انهم عادوا في اللجنة وبعدين وزارة الخارجية طلع على البيان ان هي مؤترضة على البيان اللي طلعته اسيوبيا وان ليس هو اللي حصل في الاجتماع وفجأة يوم الاربع يوم الاربع تصبح صبح تجد ايكونومي بلس ايكونومي بلس ايكونومي بلس ايكونومي بلس اخبار الاقتصاد بشكل عام هناك اتفاق تم واتفاق تم على ازاي الخزان او السد وهيتملي على قد ايه وايه مراحل وايه الحاجات اللي هيقف فيها وايه الحاجات اللي هيكمل يشتغل فيها والدنيا تمام جدا فجأة في ناس رابطة بين الموضوع ده ويفتتاح القاعدة العسكرية جديدة اللي افتتاح السيسي الله اعلم ويرد اه بس هو الخبر اطلع فجأة والبيانة اللي 12ة ب12 تقريبا ساعة 12 بالليل يعني هتشوف في الصورة هو من تسعة ساعات تقريبا ده انا كنت شفتها تسعة الصبح فمعني كده البيانة اللي 12ة ب12 بالليل فاااااااا التوقيد غريب بس ولكن نتمنى فعلا ان يكون فيه حصل حصل تفاهم واني محدش يتضره والاهم من كده انا بقاش فيه حرب كفاية ده وهي اخر حاجة حصلت مبارح بالليل وهو الخميس بالليل وهو الونام يطلع على تويتر ليس بتويتس لأعمال فيديوهات يتكلم عن الأعلاقة بيهناير يتكلم عن شخصيات كثير يتكلم عن الدكتور باردة يتكلم عن العلاقة أسواني صراحة لن أشار للفيديوهات لأنها فيها ألفاظ كثير خارجة لكن الحابب يدخل يشوف القصة على الاكاونت واقل غنيم الاكاونت الرسمي وهو الاكاونت الرسمي واقل غنيم وهو رابط كل حاجة بعمل هاشتاج جديد عن 25 يناير لا أعلم بيضع الحاجة في 25 يناير أو يتكلم عن الزكرة بما أن 25 يناير الرابط ولكن اللي حابب يدخل يشوف يعني يشوف الكلام ودايما بقول ما تمشيش ورا حد من غير ما تفكر في الكلام ما يسمع كل الكلام وفكر واخد قرارك انت أو اتجاهك انت بس دي كده كانت كل الأخبار وكل الأحداث اللي حصلت الأسبوع اللي فات لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب شير في كل حتة وشغلوا الجرس عشان يفصل كل حلقات أول باول واشوفكم ان شاء الله الحال اللي جاي سلام موسيقى موسيقى